أيماً صديق عمر بدايتنا كانت مع بعض مجيه طبعاً من نادي الكروم للنادي الأهلي سنة 83-84 والحقيقة كان جاي طبعاً عشان هو مميز النادي الأهلي اختاره ان هو ييجي فأول ما جيه طبعاً النادي جاي النادي الأهلي من الكروم حاجة طبعاً يعني بالنسبة له كبيرة جداً ومين اللي كان بيلعب وقتها طبعاً كابتن خطيب وكابتن مصطفى عبدو وكابتن سابت وجيل طبعاً الزهبي بتاع النادي الأهلي فكان طبعاً يعني جاي قايف شوية طبعاً والآن وخصوصاً أنه جاي كمان رأس حربة أو وينج يمين يعني يعني مكان فطاح للنادي الأهلي وقتها فالحقيقة أنا كان لها الحمد لله دور كبير جداً أن أنا أبقى معاه من البداية خالص وحاول أن أنا يعني أقربه للفريق وللعيبة وهو الحقيقة طبعاً ساعدني وساعد نفسه كتير قوي لأنه هو أيمن اجتماعي ودمه خفيف وبناء دم طيب وبيحب صحابه فما حسش يعني بالغربة زي ما بيقوله دخل على طول في وسط الفريق وأداءه المميز يعني لو هتكلم الأول على أيمن من ناحية الفنية طبعاً كان رأس حربة مميز جداً جداً كان لعيب سريعة لعيبة هداف عنده جنب عالي جداً جداً لأن أيمن جسمه قليل وخفيف فعشان كده كان بتنفعه في الحاجات اللي هي في الثمانتاشر دي جاب جوان طبعاً كتير في مسيرته وكان محظوظ دايماً على نادي الزمالك كان بيسجل في مرشاط الأهل والزمالك كان هو حمادة طبعاً نائر ونير أيمن شوقي دمه خفيف وسريع البديهة ولو إفهات معينة حمادة راجل طبعاً جد شوية وراجل صعيدي فكان دايماً يعني بيستفزه كده ببعض الحاجات ويقوله كده يعني بعض الكلمات اللي أنا هسيب أيمن برضو هديله فرصة أنه هو يحكيها يعني يا حمادة طبعاً يجنن وبعايز يمسك أيمن يفرتكه بس أيمن طبعاً خفيف محدش هيلحقه بقوله ربنا وفائك وانت ماشي كويس في مجال الإعلام اللي انت اخترته هو كان اختار برضو مجال التدريب في بعض الأوقات كده ودرب طبعاً وهو في أمريكا إنما أعتقد أن مجال الإعلام بالنسبة له كويس وهو أدى فيه خلال السنة اللي فاتت ده بشكل قوي ربنا وفائك يا أيمن وأنا بحبك أوي هتقول إيه لحشيش والله يا حشيش أنا بحبك أكتر محمد حشيش من الشخصات الجميلة أوي وده مخفيف أوي 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 ما شاء الله محمد حشيش من الشخصات الجميلة